السلام عليكم ازايكم عاملين يا رب اكونوا بخير معكم يسف الشبرابي والنهاردة فيديو جديد ان شاء الله هنستعرض فيه اخر شهور لجنة جدنا بفضل الله تشكيلة ومميزة جدا من الشاشات هنبدأ نستعرضها معكم قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش رطحت على زر اللايك ولو انت مش مشترك يشترك في القناة عشان نصارك ديبا كل فيديوهاتنا اول باول العنوان بتاعنا عشان الناس اللي اول مرة تشوفنا احنا موجودين في شبرة الخيمة تقدر تجينا عن طريقين ممكن الشارع الجديد وتنزل محطة الفيلا ممكن تيجي عن طريق المؤسسة من محطة المترو والمحطة القطر وكلام ده كله واحنا كبرى الخشب بعد المؤسسة بالنسبة للشحن الشحن زي ما قولنا قبل كده هو بيتم عن طريق ان احنا بنبعت الشاشة للموقف بتاع المحافظات طبعا ما عندش شحن قاهرة وجيزة شحن بيقى محافظات وابنبعت مندوب للموقف المندوب سواء ما هو فعبود او ما هو فرانسيس بيروح العربيات اللي هي بتطلع المحافظة بتاعتك وبيسلمها للثواب بندفع تمن كرسي للشاشة بتتحط علشان توصلك سليمة انا ما ببعدش مع شركات شحن عشان الشاشة ممكن تتكفل لو بعتت مع شركات شحن فده الطريقة الامان اللي احنا بنبعت من خلالها والافضل طبعا انك تيجي تستلم من عندنا بعيدا عن حوارات الشحن والكلام ده كله عشان تقدر تجرب براحتك ولو انت حايفب تشوف اكثر الموديل اللي تقدر ان كنت تشوف الشاشات براحتك. بالنسبة للضمان بتاع الشاشات فانت بتاخد مع الشاشات اللي هي بفريم ضمان شهر استبدال ضد عيوب الصناعة والشاشات اللي هي او بدون حواف بتاخد مع ضمان ثلاث شهر استبدال ضد عيوب الصناعة. والضمان ده لا يشمل الكسر والخط. وبالنسبة للضمان في ناس بكلم تقول له يسف تما تخلىها ثلاث شهور ده احنا بنشوف ناس بتدي ستة شهور وفي ناس بتدي ضمان سنة. بص يا جماعة اه كل واحد في الضمان قصة الضمان ده دي حاجة انا ملزم من انا عاملها لك. ده ضمان انا بضمن لك الحاجة. فلازم لما ادي ضمان لحد اكون انا ملزم بالضمان ده. مش عقود ادي ضمان وخلاص. يعني انا واحد بقول لي ما تخلى لي تلات شهور. يعني انا باخد ضمان من المورد. ضمان استبدال. زي زي كل حاجة بالسيريال النمبر. فانا باخد ضمان منه وبديك الضمان على كده. لو في لقدر الله مشكلة في اي شاشة انا برجع له بيها. بشانا اللي باخدها او انا بعملها. الناس اللي بتدي ضمان ستة شهور او سنة ده بيبقى ضمان صيانة. بش ضمان استبدال. عشان بس الناس بفهمة. هو ممكن بيكون بيصين شاشات. ممكن يكون عنده حد بيصينها. فكده كده بيش هيفرق يعني ماليش في الصيانة. فما ينفعش ان انا يعني اخد شاشة او خلاف موضوع سنة انا بحبش الكلام ده. انا عندي استبدال. لقدر الله في مشكلة بتاخد الشاشة ببديل على طول بشاشة تانية. تاني حاجة الضمان لا بده لك لما مثلا شاشة زي لي بديك على ضمان شهر. انت لما بجرب الشهر شهر كامل عملت جربها لو لقدر الله اي شاشة عاموان اشان اتوانتوا فهمين. لو فيها لقدر الله مشكلة بتبنى على طول في الاستخدام بتاعك. فانا زي ما بقول كده بدي الضمان اللي انا ملزم به. بش بدي اه بش واحد بدي فترات ضمان وخلاص الموضوع في ناس كتيرة والله محلات كتيرة بتلاقيه لك ضمان ست شهور بشعر فيك بس وقت الجد ما بتلاقيش بقامل حاجة. فانا عشان كده بملزم بان انا بدي الحاجة اللي انا اقدر عليها. بش موضوع بش فترة ضمان وخلاص. فكده الضمان معاك على الشاشات المفرين ضمان شهر استبدال ضد عيوب الصناعة. ومعاك على الشاشات اللي هي بدون حواف ضمان تلت شهور استبدال ضد عيوب الصناعة. وما حدش على فكرة بدي عفريم للضمان تلت شهور استبدال. انا بدي ضمان تلت شهور استبدال ضد عيوب الصناعة. طبعا الكسر او الشاشة لو اتخبطت جهة في خط كل ده برا الضمان. بالنسبة لارقام بتاعتنا في رقم الواس وتقدر تتصل عليه زير احداشر خمسة اربعة تمانية ستة خمسين خمسين وعندك رقم الفودافون ده رقم برضو فودافون كاش عشان اللي بيحب بيحاول فلوس او حاجة عشان اي ان كان يعني في الاستخدامات المستقبلية زيرو مية ستة اتنين ستة اربعة تسعة خمسة اتنين. الشيء افف ان انا طولت خلينا عطول بقى نبدأ في العروض بتاعتنا. نبدأ في اول عرض معنا الشاشات الاقتصادية. فضل الله لما عملنا من فرط العروض الشاشات اللي كانت فارز خفيف وكده وبطنة سعرها للناس الناس كانت مبسوطة والحمد لله في خلال يومين كنا خلصنا كل الشاشات اللي كان عليها العروض دي. النهاردة اقول له خلص فابل لي وزي اللي هي خلص لها الاعداد ما بتبقاش كبيرة وانا بأكد على مودولات القليلة بأكد عليها. دي ايه صار عشرين بوصة. ايه اللي ايه دي? دي اه فريم بتاعها صغير جدا. شاشة الترا سليم. سمكها نحيف جدا. دي فيها مدخلين. تمام? شغالة بقى دابتور. تمام هتحتاج ادابتور فيها تقدر تشغال حاجتين كمبيوتر بقى وتلفزيون كاميرات وتلفزيون زي ما انت حابب. الحاجات دي يا جماعة بيا فيها خربوش بسيط قوي حاجة بسيطة قوي بس طبعا احنا هنحرق لكم في سعرها دلوقتي صور كم عليش عشان برضو نور للناس. اهو. وضح معاك الخربوش. اهو بص يا جماعة خربوش بسيط كده في الشاشة. اهو. في الشاشة كلها بيا خربوش بسيط جدا. وانت بشغالة بقى تلفزيون كاميرات حاجات من كده بش هيفري معاك الحاجات دي. طيب شاشة دي برد بتتبعها بكم? هي يا فرز اول بتتبعها بسبعمائة وخمسين. انا النهاردة بتطلع لك بربعمائة خمسة وعشرين جنيه. عشرين بوصة. بالصنك النحيف ده وموديلية الحديثة. بربعمائة خمسة وعشرين جنيه والله يا بلاش. ندخل بقى على مقافة تلاتة وعشرين بوصة. كان نعملين عرض الهزوار اللي فات على السامسونج واللينوفو تلاتة وعشرين بوصة. اللي اي دي. الف وتسعمية وعشرين في الف وتمانين بألف جنيه. النهاردة اللي قسة في السامسونج خلصت اللي موجود بس اللينوفو اللي فضلة. دي اللينوفو تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين. طبعا الاعداد منها بش كبيرة. انا بس بحاول اصور الحالة هيز قدام الناس. سامسونج خلصت بأكد تاني. دي فيها مدخلين. برضو تقدر تشغالها حاجتين. شاشة برضو ممتازة جدا من اللينوفو. بألف جنيه. اللي ادي في الف وتسعمية وعشرين في الف وتمانين. والبندل بتاعها تي ان. عايف بقى شاشة اي ب اس في موديلين موجودين. في الدل الالترا شرب اليو تلاتة وعشرين حداشر اتش دي اي ب اس اس ارجبي مية في المية. فول اتش دي الف وتسعمية وعشرين في الف وتمانين. دي بقى الف خمسة وسبعين. فيها تلاتة مداخل فيجا وديفاي وليس بليم. علشان ما عرفت اشتطلحها بس عشان هي موجودة تحت. الشاشة بقى اللي بقى لها فترة كبيرة جدا غايبة. الاتش بي الزد الاسبلي. الناس كتيرة جدا بتساني على الزد الاسبلي من الاتش بي. دي الزد تلاتة وعشرين اي. ده ما قفل تلاتة وعشرين بشل الاربعة وعشرين. دي اي بي اس اس ارجبي خمسة وتسعين في المية. دي فول اتش دي الف تسعمية وعشرين في الف وتمانين. آآ لابعة بتاعها طبع ستاشر على تفعة. الشاشة بفضل الله جاية بالاستاند الاصلي بالحالة الاصلية. كله فرزة اول بفضل الله. المداخل بتاعة الشاشة. ودي في اي وديس بي بورد. مع مدخلين يو اس بي. تمام? دي حالة الشاشة هو مضاح. الحالات كلها جاية نضيفها بفضل الله. ودي عاملة الف مية وخمسين. الشاشة دي والله من تقريبا من تلات شهور الناس اللي امتبعنا كنا بنباحها بالف ستوتمائة وخمسين. فالحمد لله ان الاسعار نزلت. ويا رب الاسعار تفضل آآ تمزلوا في التمرار في النزول. عشان ده كله بيسرع عملية البيئة والحمد لله حركة السوق بتبقى افضل. ندخل على مقافة الاربعة وعشرين بوصة. اول موديل اللي معنا الاتش بي. الال اي اربعة وعشرين سفر خمسة دابلو جي. طبعا ده الموديل اللي انا بقوله عشان اللي حاب بيسرش على النت او حاب بيعرف اي مواسط فيها ده. دي وفيه الدل اللي عايز برضو دل في دل اربعة وعشرين سفر سبعة. تمام? دي برضو فيها ودي في اي وادي وفيديو دي الدل. دي فيها ودي في اي and طبعا بالقعدة الاصلية هي الوريجنال. فارزة اول برضو. الدل على الاتش بي عاملها الف مية وخمسين. الري الوجي ملي يكن عرضونها في الفيديو اللي فاته تقريبا خلصناه. تعريبا فاضل حتتين. هي عاملة الف واغمتين. فاضل حتتين بس او حاجة تعريبا. ودي الاتش بي والدل اليو اللاس بي دي اربعة وعشرين في الاتش دي ب الف مئة وخمسين جنيه. فرز اول بالاعدة. ندخل بعد كده على الشاشة اللي فضل الله بقى لي ثلاث شهور انا منزلها بسعر ممتاز وماسك بها السوق الحمد لله. يعني طبعا احنا عارفين الشاشة دي دي الدل الالترا شارب اليو اربعة وعشرين اتناشر ام. الشاشة دي احنا عارفين انها في كل مكان فضل لها يعني هي سعرها ماسك السوق الف وخمسمائة الف وخمسمائة وخمسمائة وخمسين. واحنا الحمد لله بقى انا تلت شهور خلصنا فوق المية وعشرين شاشة بنزلينها بالف وتلتمائة جنيه. الناس كلها اللي خدتها بتشكرنا عليها شاشة ممتازة 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 دي اي بي اس اس ار جي بي تسعة وتسعين في المية الف وتسعمائة وعشرين في الف ومتين لابعد هنا ستاشر على عشرة بالنسبة للمداخل الموجودة في الشاشة فهي فيها تلات مداخل تمام? وده شكل الشاشة هم الضهر طبعا ده كله شوية التراب بس ونضافها هكده تنظف يعني. الحالات طبعا الشاشة كلها الازية هزا فارزة اول. فاش اي حاجة. ودي زي ما قلنا كده عام لالف وتلتمية بدل الف وربعمائة وخمسين والف وخمسمائة جنيه زي ما بتتبعها بر. ندخل بعد كده على عروض التلفزيونات. دايما احنا في عروض التلفزيونات بالله دايما لموجود الدل سواء الاربعة وعشرين سفر تمانية او اليو اربعة وعشرين عشرة. النهاردة اه موديل جديد من اتش بيو. بصراحة العرض ده انا شايفه انه عرض مميز جدا عن كمان الدل لان هنقول ده ده شوية حاجات كويسة جدا. دي اتش بي ال بي اربعة وعشرين خمسة وسبعين دي ربعمائة شامعة طبعا لضبط تعيطها في الدل. دي بانل بتاعها اي بي اس مش في ايه. البانل هنا اي بي اس. الوانه متشبعة زواية رؤية واضحة من جمال الاتجاهات عدت من تحت عدت من اي جنب هنا الزواية طبعا واضحة جدا. بالنسبة بقى للمداخل بتاعة الشاشة. شاشة هنا فيها كل المداخل. فيها اتش دي ام اي. فيها 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 اف فيديو. انت عايز تشغالها لو عندك فيجا يعني فيه كابل من ديفو اي لفيجا. ده بيبقى موجود عندنا. هتروح جيبوا وموصلوا. تمام? طيب ايه بقى المميز في الشاشة دي? طبعا خاني بس اصور الشاشة كده من الظهر عشان ناس بشايفة الحالاتها بطبيعة. حالات كلها بفضل الله جاية زيرو. طيب ايه مميز في الشاشة دي. احنا عارفين ان الشاشة انت بتاخدها بالستند. دي بقى انت بتاخدها بالستند وحامل اتش بي. ازاي? هنا هو ده ده اهو. بنفك الشاشة منه كده. كده انت معاك حامل اتش بي. بتروح جاي هنا كده. فاكك الكطعة دي. اربعة مصابين منه قدام ده حامل اتش بي يا جماعة بيبقى بره بخمسة وسبعين جنيه. ده حامل استراض. يعني الحامل ده بفضل الله بيشيل حاجات ممتازة. الكطعة دي بقى بتتفك. تمام? الناس يركز مع الكطعة دي معلش بتسنركن الشاشة كده. الكطعة دي بتتفك. هنا عندك هنا بقى بتعلقها في الحيطة الجزء ده باربع مصابين لكنك بتعلق حامل حقاط. والجزء التاني اللي هو في الايه في الشاشة ده بيروح داخل راشق كده في الايه في الحامل. فتبقى الشاشة دي كده انت معاك حامل حقاط. يعني انت بتاخد استند وحامل حقاط اتنين في واحد مع بعض. طبعا دي حاجة ممتازة عشان في ناس كتيرة في التلفزيون ناس عاب بيقولوا انا هزين علىها وكده. فانت كده اللي انت باخده مع الشاشة حبيت تخليها تحطها كده تمام. حبيت تفك وتخليها حامل حقاط تمام. وكمان حامل حقاط ده انضف من اي حامل مصري. الشاشة برضه عشان ما نسيش فيها ميزة تقسيم الشاشة تقدر تشغل حاجتين في نفس الوقت تقدر تعمل لو انت عايز تدور على كزا حاجة يعني كزا حاجة بتقلب ما بينهم. كل بصراحة موجود في الشاشة هي بما اننا فكناها خلان انا سور لكم المداخل بشكل افضل. فيها ست مداخل يو اس بي مش هربعة. بصراحة الشاشة ممتازة جدا جدا جدا. دي عاملة كام? دي عاملة الف متين وخمسين جنيه بنفس سعر الدل. والصراحة دي اكتر حاجة برا الشاحة جدا في التلفزيون. لو هتاخدها تلفزيون من الشاشات الممتازة جدا 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 من اتش بي. ندخل على كده على موديل اللي بعده دي. شاشة دي ممتازة جدا 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 برضو من الحاجات الممتازة البنر هنا بيصنعوا شركة سامسونج وشركة ال جي. دي باس ار جي بي تسعين في المية. بس والله يسمع مني فكك من حتة الاس ار جي بينا وتسعين. بس الشاشة دي في الناس كتيرة بياخدوها بتعجيبهم كمان ممتازة جدا يعني. انت برضو لازم تاخد فكرة وببص عليها. دي اه فيها تلات مداخل. ودي في اي. تمام كده. فرزة اول قعدة بحالة الزيرو. طيب احنا شايفين كده. فاضل لها الشغل المرة دي الحاوية اللي جات دي يعني شغلها حل وصراحة. الحالات كلها زيرو كوائفة جدا. اواعد وحاجة ممتازة. دي بقى الروزولوشن فول اتش دي الف وتسعمائة وعشرين فالف ومتين بقى بعض ستاشر على العشرة وسعرها برضو الف وتلتمائة جنيه. ندخل بعد كده على الاتش بي. ال اي اربعة وعشين اتنين. وانا هستغل بفرصة بما ان ال اي اربعة وعشرين واحد موجودة وال اي اربعة وعشين اتنين عشان نقارن ما بينهم. مبدأيا دي جيل اول ودي جيل تاني. يعني الموديل ده احد اسم الموديل ده. دي ال اي اربعة وعشرين اتنين دي ال اي اربعة وعشرين واحد. تمام? طيب دي برضو بنفس المواصل بالزبط. ايه اللي اي دي? بقنا الاي بي اس بي ال اس الاتنين بي في النوع شركة ال جي و سامسونج. اس ار جي بي تسعين في المية. كل المواصفات زي ما هي بالزبط. ايه اللي بيختلف? اول حاجة طبعا بيختلف الدزاين. يعني دي شكل. ودي شكل تاني خالص. فزي ما انا شايفين ده دزاين وده دزاين تاني خالص. دي اول حاجة. كان طبعا كمواصفات شاشة الاتنين زي بعض. عشان بس ما نعودش نحرق في حدت الا ان مسلا دي هتبقى افضل عشان احدث الاتنين مواصفاتهم زي بعض. وبيفرق برضو المداخل. دي كان فيها فيجا ودي في اي وديس بيلي. لأ دي فيها فيجا وديس بيلي. يعني ما فيهاش دي في اي وفيها اتش دي. هو ده الفرق ما بين اي اي دي ودي. طيب دي بتتباع بكم? دي اللي عارف الموديل ده. موديل ده محبوب جدا على فكرة اناس كتيرة جدا بتدهر عليه بالاسم عشان شكله الشيك يعني والوانهم ممتازة. دي بتتباع في المولات وفي اي مكان برة هتلاقيها بالف وخمسمائة وخمسين وبالف وستمائة جنيه. وفيه نزل بباحة والله اغلى من كده. احنا عاملنا علىها عرض ب الف وربعمال جنيه. شاشة ايه فيها مدخل اتش دي ام اي واغلى من اللي مفهاش بمية جنيه. يلا خالينا نضحي النهاردة. هندخل بعد كده بقى على شاشة الاربعة وعشرين بوصة الفريملس او اللي هي بدون حواز. كالنزل والله كاذا موديل في الاربعة وعشرين بس هما كلهم والله يتحجزوا ويعني ممكن حتى ليه تخلص قبل الفيديو ينزل دي الدل البي اربعة وعشرين تسعتاشر اتش دي دي الف وتشعمائة وعشرين في الانتاج كده انا هيذر اقول لكم ان دي احدث شاشة مسكتها في ايدي من الدل البي اربعة وعشرين تسعتاش Kopf a21 يعني دي من شاشات من اللي هي البي اربعة وعشرين اتنين وعشرين اللي هي الانتاج اللي هي مفروض الموديل بتاع اتنين وعشرين دي حتة عشرين وواحد وعشرين يا جماعة تمام احنا عارفين ده الموديل ده بتصنع من الفين وتوانتاشر فالحاجات دي زي ما قلت لك دي بتبقى نصيب صاحبها لما بياخد حاجة زي كده تمام حالة الشاشة فرزة اول طبعا باللستان ده اهو فيها برضو ودي كده الشاشة بعد كده الدل الالترا شرب اليو خمسة وعشرين طبعنتاشر دي ودي جاي منها حتيتين بس المرة دي وما اعتقدش ان على ما الفيديو ينزل آآ انهم هيموجودين في بقى حاجة عايزة اتكلم علاقة بالمناسبة دي في ناس كتيرة لما نزلت الموديل ده المرة اللي فاتت كنت منزل منها ست قطع على ما الفيديو نزل في ناس كابتكلم مسلا بالليل في يوم اللي هو يوم من ظهور الفيديو في ناس بكلم تاني يوم والترو من الست قطع الحمد لله خلصه فالناس ده لسه الفيديو نزل وكده بص يا جماعة الناس اللي بتبعيزة مني شاشة مثلا بيش حاجة بتيجي كل يوم حاجة زي كده حاجة زي من دول نادرة شوية فهو بتلاقي دايما بيكلمني على الواصل بيمتابع معي لو انا يعني انا كنت وقتها اصلا نزلت عم منتدى قبل ما نزل الفيديو بيومين قلت في شغل جالي او انا استلامت شغل في ناس اصلا قبل ما الفيديو يكون نزل كان فيه تلاتة ببيعه اصلا وعلى ما الفيديو ونزل في ناس عطول دخل وخلص يعني يدوب الكلمة الثانين بس يشوفوا الفيديو يخش ويخلصوا فالحاجات دي ما بتعودش فانت محتاج حاجة زي كده انا بصراحة ما نصحكش توق تستنى الفيديو والكلام ده باش هتلحقهم الحاجات دي بالذات اللي يبتبع منها عداد قليلة او حاجات نادرة شوية فانت الافضل تتابع معها الواطس او تدخل جروب الواطس يعني افضل تتابع معها الواطس مثلا كل مثلا اصبوع ولا كل خمس يام كلمني لو انت باتاك حاجة معينة ويعني انت بسا مش عارفت لايها وكده وانت يعني هتتبع معايا مسلا فيها تمام فالله اعلم هيتم موجودة حلقة بصراحة اللي هشوف الفيديو محتاجة يتكلمني هو نصيبه بقى دي الدل لالترا شار بليو خمسة وعشرين تمنتاشر دي طبعا جاية بالعادة الاصلية فرزة اول دي اللي احنا هنا فيها تقنية الاتش دي ار عشرة دي دي رزولوشن وفيها اربع مداخل دي حالة الشاشة هي الشاشة بصراحة من الموديلات المحترمة جدا 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 اللي عملتها دلي يعني من الموديلات اللي انت بتقدع كده بتحس ان حاجة ممتازة جدا برضو من الموديلات دي عموما اللي محتاجها يعني وشاف الفيديو بدر كده يكلمني والله مستعان يعني لو موجود منها ان شاء الله يبقى من نصيبه. اخر شاشة معنا النهاردة هي الاتش بي از سبعة وعشرين اي ودي برضو من الشاشات الندرة واللي مش جايلي منها كمية كبيرة. فبرضو اللي عايز هيسرع يا جماعة عشان خاضر بس ما يجيش يكلانه اللي هي خلصتي. دي الاتش بي زد 27 اي جاي منها ثلاث كطع بس. دي تو كي الفين خمسمية سويتين في الف وربعمية واربان بي. دي اي بي اس ار جي بي تسعة وتسعين في المية. الادوب ار جي بي في الشاشة دي خمسة وفعمين في المية تقريبا او اتنين وتمين في المية والله مفاكرة يا جماعة معلش نعذر بعد بس والله الواحد بيفضل عادتقول لهم عمال يولف الموديلات فبيطلق بض. الشاشة هنا جاي بالعادة الاصلية. حالة اربع مداخل. او كل المداخل يعني. فيها 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 وعندك فيها اربع مداخل تنين من جنب وتنين من هنا كده. حالة ايه الشاشة يا جماعة. وانا قلت الدي اللي الخمسة عشرين عاملة كم هي بنفس السعر الفيديو اللي فيها بتلاتة الاف جنيه. دي دي الاتش بي زد سبعة وعشرين ايزا ما قلنا مصفتها كده دي عاملة برضو تلاتة الاف جنيه. بالنسبة للسبعة وعشرين الفريملس للأسف ما لقيتش الدي اللي بي سبعة وعشرين اتنين وعشرين ما لقيتش حاجة يعني من الموديلات الحريفة في الفريملس. فمنزلتش يعني الفريملس الدفع دي. وانت بقى لسه انتبع الفيديو الحد هنا بوش مشترك في القناة. اشترك في القناة عشان دايما انس الله كله عرضنا اول باول وتقدر تشوفها. ولو ما عملتش لايك اعمل لايك للفيديو يعني مش هتخسر حاجة. اعمل لايك عشان الفيديو ينتشر. وده بيشجعنا يعني كده عشان اه نستمر يعني ان شاء الله في نشر المزيد دايما. لو محتاج اي سفسار ارقام الوصف تاعتي موجودة ان شاء الله. لينك الكاتالوج موجود تحت برضه عشان الحبيب بيخش يشوف موديلات معينة. ملحيش يسمع موديل في الفيديو عايز يشوف الموديل مكتوب صور اكتر للشاشة وكلان ده في لينك الكاتالوج باسجولك في الرابط تحت في الوصف. واسف كده ده كان الفيديو بتاعنا معكم يوسف الشبراوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.